هذه التوضيحات اللي مديتنا بيهم به توضيح ساعة محبو نسلمه على بيليل فوضيلي سيد بيليل فوضيلي أعطاك توضيح طوى أنا أطلبتونا فيه يقال لك بالنسبة للجوريت رو يأخذوا بريم دو ماتش و بريم دو كاليفيكاسيون بريم بلا بريم و يأخذوا أرجونت بوش في النهار 100 دينار و بريم دو كاليفيكاسيون يوصل 50.000 دينار لليلعب ماتشوية الكل لا يأخذوش الأمور الأشعار هذا اللي قلتوه هو وقت اللي كان على رأس المنتخب سيد بيليل فوضيلي ذلك كانت المعاملة لا يعرفوش من وقت هل تبادلوا المنتان أما هل يأخذوا لكم في الخطاب العليمي والتصريحات من قيس العقوبي ماذا رأيك مختار هل أخطأ معنا تنويج بلدوز بولدين شقيقة كينا جميعتي أمس لا يسميش وقالا لا عادي معناه لا يأخذوش معلومة ثابت هو ما هو القيس قيس حسيته في مداخلاته ولا في الكونفيرنس اللي يعمل فيهم كل شي حاب يصفيح ساباته الكل في الاربع دراجة باللعباد الكل اللي نقدت ولك لحقيقة سياسة انتهجة هو من بعد مرينهوش خرج خاطر قيس بعد كل الاربع دراج اللي عادين على أسلة الصحافيين بعد ساعات حتى الأسلة ما تتوجهلوش ينقض أنا بالنسبة لي الكلمة اللي قال من بعد راجع فيها كان شفتوها في الواحد قال على جوارات اللي يجيوا في تزير ولا في المغرب يقع استقطابهم ولا حاجة ما بعد قال سمحوني رأي كلمة ما نحن شفتوها رجع بكلمة أخرى يمكن هو رأيهم لكن نحن كما هنا معه مرواني في الغروف لجنة تسوية ثمانية مليارات ديون منتخب هكتشوفو كيفش كنا كيفش أصبحنا جيت الكاليفيكاسيون هنا المشكلة ما عادش في قيس الياقوبي المشكلة عندك مارس موعد هام المنتخب كيفش بش تتصرف بش تخلي قيس يكمل الله أعلم إذا كان طوى بش توقف قيس سمحني في الكلمة لترونتاين جنفير بش يجي فيفري بش تعين ناخبوت في فيفري في موعد هام في مارس معناها الحقيقة طوى سيد كاميريدير رازمو يقعد مع قيس الياقوبي بكل الحقيقة بكل آمانة يعطيش نوع استراتيجي متياه بش يواصل معه مش بش يواصل ما نتصورش كان المكتب الجيميع الجاي في فيفري بش يواصل يلوج على مدرب وطني ساعي يتم انتخابه في جنفير حطلو جمعتين مش لوج على ناخب وطني معناها ناخب وطني كيفش يخدموش معناها هنا لازم على قل على قل انأمنوا من ننكروه زيادة مقارنة بالنسخة متع فوزي البنزارتي ومع قيس الياقوبي الحقيقة رينا فهم شوية تطور فهم شوية جوارات فهم جرينتا الاخسارة ما حبوهاش جوارات هذو رينا عباد تقعد تخلينا في الموضوع تحكين عليها المقابلة أنا حبيت نقول اللي كونه هذا تواجه قيس الياقوبي ما يحصب لقيس الياقوبي كان ما ترشحناش كان عنا ديسكور آخر مع قيس الياقوبي قيس الياقوبي مشكور اخذاء التراومارش ترشحنا معناها ترشحنا للكوبدافريك وهذا اللي ما يحصب لقيس الياقوبي كبرت برشا اسكندر وسط حتى الصحافة الفرنسية تحكي على الموضوع ويهمهم أكيد باعتبار اللعبين مزدوجي الجن سيزت الشخصيا كنت نحب ذو ما يقولش ما يصرحش بالطريقة ذيك قيس نحبه برشا وصاحبي برشا ونحترمه برشا وفرحت له برشا وكنت نفرح له أكثر لكي نفيز على غنبيا وبرشا مواضيع في لحظات يعني معنات الموضوع إنه راضي ولا مروين عندك الحق تحبه ولكن العكس كما قلت اسلام ما هوش جديد بش نترشحوا الكبدافريك بل العكس ولو كان ما ترشحوش فضيحة ولكن كي ترشح نوعاتي والزاميل الجزيري وقت اللي قال لك نرمال موت تونس في المراكس لولا كليه مصحيح يعني نحكي نحكي على موسط ويتا تويش ليه 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 مش معنات هنا معاه مية في المية فما سوتي فيها مقبيل بينكم بينه هو يقصد رأو مادام فما تصريح ناري منه هكي يزمو يكون بالحجة مبرر مش يزمو يبرر من بعد ويقصد ويقصد لو كانوا يعني كان من الأفضل انه كيقول الكلم كيف نكاكا كانوا يبرروا بحجة هذا اللي نقص نحنا متفاهمين قيس العقوب شنية ولو انه هو مقل تصريح هذا هو مدرر اللي من بعد انتخرج و انفعل محالة بالضبط ها و انفاة سيدي شعملنا ها و سيدي شعملنا خرج غلط معنى تقايص يعني مش هذا اللي حبيتنا نقوله مروين نحنا نعرفه كل إنسان بطبعه الانسان رأو ما يحبش يشكوني يلومه هذي يبتباع عن الإنسان شوف واحد يعرضي يقولك محليك مروين تو تحبو برش يقولك شبيكا كيكا وتحكي على الترج وتحكي على درش نو تو انت تكره يعني نحكيه بصفة مش انتي اي شخص فما بالك إنسان مخو على عاطقه جيتوا فرصة انه يدرب منتخب وطدي ومخو على عاطقه وكذي وحاول ومعايتش اليوسف المساكني وخسر الماتش اللي خريني دونك وليت برسيون كبيرة عليها زيد في البلاتويت وهو زيد ضد أنا انه يحكي عليهم قيس العقوبي لأنه بلاتويت أحرى شبش يقول وانتي كي ترجع البلاتويت ولكن كان ناخب وطني وسمحوني في كلمة ناخب ربي نحاولو نحفوره ومدرب وطني فهميش ناخب كان في الانتخابات دون كان مدرب وطني معليه اللي يتحمل مسؤوليته حتى على مستوى التصريحات مش وفاة المباراة تروح ليه اشنوها تقول بالضبط تتحمل مسؤوليت كفيها شهم كفيهم منتي الأخرين هاو عنا سيميخ دير محب شي جيك هاو لح لحنا به هاو الاخرين نعطينيهم اغراءات يخي حنا بقى المجبر لعلاجة كيك ما هو مشي وكل موح كيهم عهود يا وجميع مش اقنعوه بشي جيك وفهمك لانتقال حتى ناخذي فلوز هذا ايسا مجمع ولكن بدون حجة من ناخذي ناخذي عربي ايسا مجمع نحنا ما نتبنى ويش ما نتبنى يعني مروين وحاجة اخرى ونختم بربي خيرا اللي عنده دوب الناسيوناليتي اسكو تتوكروا انو معتها يخير باركزامبل تونس على المانيا ولا يخير الجزيرة على فرنسا ولا يقول لك انا نلعب مونديال وضامن مركز صحيح ولا يفب موسيقون نخسر كليل ايسا مرائي بيش سهل ايمروين عطا ويزمك اقنعو ويزمك تقنحو مش كيف في الفوتبول او عطا في الفوليبول ايش كوني حبي لما بولون يقل في ماشر بارشا جيت مثلا كيم الفرصة قبل ما كانت مع ويسان بن يدر متاع من مونكو مثلا وكانت كان ينجم يمش الكوب دومات ما حبش يجي مثلا ميثا ويكيب دو فرنس ما عي تتلوش مع تهو اخسر كان جي كوب دومات ما عي تتلوش فما جولت خلاص هو ويسان بن يدر كان وضح قالك يا فرنس يا لير فلا ايه دو خلاص اللي حبي تقول مروين انا الموضوع اذي ما هوش متعلق يام جزيرة والمغرب ولا لا ما تقولش اخطائك بالبوليميكا ذي ما عندك مشكلة انتي كيب ناسيونال خسرت بشير ضيو عويد مش في ضيو عميس بشير ضيو شكول اللي يقول لك ترشحنا ومش بشير اللي يقول لك زاد مردود منتخبنا تنسي لعبات تصور انتي يجب مدرب المنتخب الجزيري في كيف كيف معناه تي يخفيش وانه راه الوضعيا المنتخب الوطني تونسي تعكس كل هذا لو فزنا وترشحنا عن اقناع واربع هداف في كل مباراة لكن قيس يقول لكل هذا ولكن يقع عليهم لهم ويحزنون راه مراجعة منتخبنا اولويت لولويت في الحال كما كان يحكي مختار عندك كفدا فالبلاد على كثرة ما عنا حقد اللطف والكره واللي كل واحد يحب يخدم المصلحة ويحب يكسر العبد الناجح هذا موجود واراو فيه راه قيس العقوب انطق اخي انتي متعارفو اوزر شوف انتي شوف اي مدرب جي للمنتخب بسواء تصور فوز بنزر وما ادراك تلعو فيه العيب الكل خالشنو فوز يقال كيف كيف يسب مع فوز يتوجيه جديد يلقا لك حاجة ماشي المتو نحكي على الترشح الكيب ناسيونالي يهديكم الله اللي مشي نبيع توق خلق ماشي نبيع المغرب نحكي عالمي غلطة المدرب الوطني قائس العقوبية ما كانش في محله اول حاجة اشوف احنا نتعلم مبارا وقرينا برش على الكممينيكاسيون واخد تاخذ شي هذا مبارا انا قديت الانتحاد الإيطالي ونعرف شو معناها الهمية لتع الكممينيكاسيون خاصة بعد مباراة كل سواء تخسر مباراة ولا تربح مباراة اول حاجة وعند كانت تغنيقات محضرها فاذا كان تتوقع ماذا يصير في المباراة هذه ماذا يصير المرضود الفريق وماذا يكون بالضبط وماذا الاخطاء نجم تكون تصير وماذا تحكي عن المشاكل القدم التونسية ومشاكل قريب برش من اللاعبين وقريب برش من المدربين البطولة التونسية ومع ستافم تاو وكيد وانو يعني تفرج في برش مقابلات وركز مع عديد اللاعبين كل سوء اليونشتو في تونس والليونشتو خارج تونس يعطينا تقييم فني على شنو النقاس بتاع كورة قدم التونسية وكيفاش نجمو نصلح وشنو الاستراتيجي بيش نجيبو اللاعبين نظوم اليونشتو البرة اللي كانوا يرفضوا قبل المنتخب الوطني وعليش رفضوا يعني متاع التصريح متاع ماكس سبع عشر دقائق اما بش يدخلي في الجزائر والمغرب وفرنسا هذي كمشاكل متاع هما مشاكل متاع هما يعرفو شنو مشاكل ويعرفو كيفاش نجمو كما حكا هو يستقطب اللاعب هذوم احنا تونس صحيح معناش فلوس كما عند الجزائر معناش فلوس كما عند المغرب هذين الناس كل تعرفو هو ستاف دي جا عنده ماربع خمسة شوار مهم شخصين دونك بو تاتر وانو في الكنفرانس كما حكا توسي مختار حب في اربع دقائق يخرج المشاكل كل صار مع يعني مع ستاف ومع اللاعبين دونك وزيد على هذا مبارشة لحقيقة قاس لعقوبي كما نجح في الفترة هذه كما صار تعديد الاخطاء انا شوف مثلا حاج محمود كان ينجم يكون اساسي في المقابلة الاخرانية كان ينجم يعني يعني كان ينجم بذكاية يشوء علش اللاعب هذي عن مقابلة مع المتخب الوطني ملابش حتى دقيق فما علش ومبعد قبل البنهارين يتم علمه مثلا اللي هو ما هوش بشيكون في التشكيل الاساسي سينور ما لبش تكون على ردة فعل يعني ردة فعل متاع و